يا عمو يا عمو يا عمو حسن خير يا بنتي في حاجة اه يا عمو انت ما خدتش الدواء بتاعك يلا قم كده تعيدل عشان تاخد الدواء بتاعك اه يا بنتي قطر خيرك فكرتيني ده انا كنت نسي خالص يلا يا عمو اتفضل الدواء ها ها يلا اشرب قطر يا خيرك يا بنتي شكرا يا شيماء ام المصطفى فاني يا بنتي لسه يا عمو ما جاش من تاح عاوز حاجة يا حبيب اعملها لك لا يا بنتي قطر خيري كنت بتطمن عليكو بس طيب يا حبيبي ناملك شوية كده على مخلص الغداء وانهاجة صحيك كمان شوية عشان تتغد قطر خيرك يا بنتي بنتي اصول سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني انت جات يا مصطفى ايه يا حاج جات كنت عايز حاجة لا يا بني كنت بتطمن عليك بقولك ايه يا بني ما جبتش معك كده حاجة حلوة ولا حتة فاكهية كده ولا حاجة اصل الدوة اللي انا باخده دهو مر قوي بينزل في زوري زي العلق اما بقدرش ابلعه وحاسس كده ان انا هفتان وضغطي كده مش مظبوط ياه كل شوية ما جبتش معك حاجة ما جبتش معك حاجة هو في ايه بقى مش كل شوية يعني وانا يعني مش كفاية علي باجبلك العلاج بتاعك معلش يا ابن انا اسف بتقل عليك ربنا ما يوريك طعم الدوة المر اللي في بقي انا اسف يا ابن والضغط العالي اللي عندي دوات بخليني مش قادر كان نفسي في حاجة حلوة حطها كده في بقي يا خباه اتزهقتني ده ايه القرف اللي انا فيه ده بالراحة يا مصطفى كده وانت بتعامل باباك ايه اللي انت بتعمله معه ده انت بتعمله وحش الصراحة انت صعب قوي يا مصطفى بقولك ايه مش عايز وجع دماغ خليك انت يا اخت الحلوة الطيبة الجميلة بقولك انزل يا مصطفى اشتري له كده حطة فاكهة ولا حطة عنب ولا اي حاجة حلوة كده يخدها يقوله اقولك على حاجة اخد الفلوس من معايا يا سيدي مش مهمة ما تصرفش انت بس انزل اشتري لباباك حاجة حلوة يا كلها ما يصحش كده بقولك ايه انا اللي نزل ولا طالع انا مصدقت اوصل البيت انا هقش نام كده وراحة على السرير ومش عايز وجع دماغ داني لسه مخلص وردية التاكس دلوقت ولسه مسلمه للراجل بيقولك ايه يا عبر صدق معلش يا مصطفى تعالى على نفسك ده الفاكهانة على اول الشارع انزل اشتري اتنين كيلو عنا بقوله حاجة عشان باباك ده باباك برضو مهما ان كان بقولك ايه هو بابايا والله باباك انت رحينا بقى ست انت في ايه اجيب له ايه حاجة حلوة اجيب له ايه حاجة حلوة والله العظيمة عندي اي حاجة حتى والحتة فاكهاي له لا بس شوية الحاجات اللي وراه اللي هعملها ولسه هطبخ عشان تسي مصطفى ما يزعقش لا كنت انزلت انا والله وجبت له وريحت دماغي ولا صحيح ده انا كان عندي هنا بسكوتة بالشوكولاتة اما روح الدهاله كده يغير بها طعم بقى حرام بابا يا بابا بقى كده يا مصطفى بقى كده يا ابني تكسر خطري عشان بقولك هتلي حاجة حلوة ولا هتلي فاكهاية ده انا يام الزمان وانت صغير جبتلك وعملتلك كل حاجة حلوة ده انا كنت بشيل اللقمة من بقى والدهالك بقى هو ده يا ابني رد الجميل ربنا يهديك يا مصطفى بقولك يا بابا انا لقيت جوه بسكوتة كده بالشوكولاتة قم يا حبيبي حطها في بقى كده عشان تغير طعم بقى كمكان الدواء والضغط بتاعك يتزبط خد يا حبيبي يلا افتح بقك طعمها حلوة قوي يا شايماء شكرا يا حبيبتي ربنا يكرمك يا بنتي ويسعدك ربنا يخليك لينا يا بابا وبص لو احتاجت اي حاجة قولها لأنا وانا هجيبها لك وانا ان شاء الله بكرة خرج رايحة الشغل وانا راجعة هجيب لك كل الحاجات الحلوة اللي نفسك فيها انا مش حاوز حاجة يا بنتي قطر خيرك ده انت تعبانا معايا والله يا بنتي انت زي بنتي اللي انا مخلفتهاش وانا والله بحبك زي بابا يا عم حسن عارف يا بنتي والله ام قدر طب قول لي بقى نفسك في ايه كده من الفكه عشان اجيبها لك معايا وانا جاي مش عاوز حاجة والله مش عايزة اكلفكو يا بنتي بس انا بس الدواء يا بنتي هو اللي بيبقى تعبني وبيخلينا بقى عايزة اكل حاجة مسكرة بعد الدواء من عنايا الاتنان يا حبيبي اي حاجة تعوزها عرفني بيها وانا جبها لك على طول حاضر يا بنتي حاضر انت والله بتعملي معايا اللي ما بيعملوش معايا يا بني اهلا اهلا ازايك يا حسام اتفضل انت جيت امتى من السفر لسه جاي حالا انا هو يا شايماء انا عارف معلش ان انا متقل عليك وسايب ابويا عندكم ازاي ما تقولش كده ده ابوك ده ازاي ابويا وبعدين انت سايبه عند حد غريب ده انت سايبه في بيت اخوك ازايك يا حجوج عامل ايه وحشني قوي قوي والله يا حبيبي يا حبيبي يا حسام يا ابني جيت امتى يا ابني لسه هواصل حالا انا هو والله يا حاج اول ما جيت جيت عليكو على طول عشان اخدك بقى ونمشي وروح بيتنا بقى كده نقعد براحتنا ونسيب بقى شايماء برضو كده تقعد براحتها من قالك بقى يا سحسام ان انا متضيقة من وجود بابا ده هو البرقة بتاعت البيت والله العظيم ربنا يخليك يا شاماء يا رب ربنا يكرمك وحشني قوي والله يا حاج واخبار مصطفى معاك ايه الحمد لله يا ابني بيعملني معاملة حلوة يلا ربنا يكرمه ويبارك فيه يلا يا حاج بقى استعد عشان نمشي حاضر يا ابني حاضر بقى اكيد مصطفى هو اللي هجه هيفرح قوي حسام ان انت جيت ايه ساعة شكت بتاحي كنت فينده كله وطي صوتك وطي صوتك اخوك حسام عندنا هيليسة جاية من السفر احسن اللي هو جيه خليه ياخده بقى معاه ومن زنه اللي قارفنا بدل ما كل ما يشوفني جبتلي فاكهة جبتلي حاجة حلوة لحاجة اتزهق هو ده يا حاج مصطفى اللي بيعملك معاملة حلوة معلش يا ابني هو تلاقيه بس عشان بيسوق طول الليل كده وزهقان معلش يا ابني نعذره بقولك ايه انا كنت اصلا مستحمله عشان عايز المعاش منه والمعاش يا دوب بيكفي بس يا دوب العلاج بيضاع حتى ما بيكفيش ما تعدش بقى تقري فيني وتزهقين يا دي بنت وهو كمان علي انا مش فهم يا مصطفى انت بتعامل باباك وحش كده ليه في ايه عايز اعرف مالك انت ما كنتش كده زمان ايه اللي حصل لك بقولك يا ابنت الحلال خليك في حالك مش عاجبك غري في ستين دهية ايه يا حسام ازايك حمدلله عالسلامة يا سيدي هي دي الامانة اللي انا سبتها عندك يا مصطفى قلتلك خلي بالك من ابوك وهو ابوك ما لما قاعد قدامك اهو زي الفل انت عايز تتخانق معاه وخلاص ده انت مرتك برا عمالة تقولك واتتستطق عشان ابوك ولا اخوك ما يسمعوكش وانت مفيش فايدة فيك ايه قلت الادب اللي انت فيها دي طب رعي حتى ابوك يا اخي بقاعد كده سامعك كده ومداي قلت يا مصطفى بيعنا قوي كده بقولك ايه ان اللي فيها مكافيني انت مش جاي تاخد ابوك طب يلا اخده بقا يوم ومشي من هنا يلا بالسلامة انا مش ناقص واجح دماغك انا اخسره اصلا انا ضيع وقت في الكلام معاك يلا يا حاج يلا عشان اروح البيت يلا يا ابن ايه يا اخي جابرت اللي انت في دي ليه كده تخلى ابوك ينزل زعلان من بيتك بقولك ايه ما توجعليش دماغي ما تخليك في حالك يا ست وخليك في المطبخ بتاعك ما تقرفينيش طب شوف تليفونك بيرين الو ايوة يا احمد بيتقول ايه امتى بالوقتي يا عمي مش تخلي بالك من ام التاكسي وانا يا عمي ايه في الشارع ده علي قصات ومين اللي هيدفع ثمن الحاجات دي كلها يعني يعني ايه التاكسي يتقلب يعني وانت كنت نايم يا ابن بتسوق ولا بتهزر ولا بتعمل ايه بالظبط يلا عمي اقفل وغور كوارس يا سي مصطفى بقولك ايه مش نقصك انتو الاخرى يلا غوري من وشي ما انا همشي يا مصطفى همشي ومش هتشوفني تاني هنا في البيت لان انت انت اصلا ملكش امان ازا كان انت ملكش خير فابوك يبقى هيبقى لك خارفية انا ماشي وسايبها لك بالسلامة يا اختي وانا يعني خلاص مش هعرف عيش من غيرك ولا ايه ولا يفرق معايا وفي ايه 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 حكاية التلفونات دي كلها الو ايه يا بش مهندس لا يا بش مهندس ما كانش عهدتي طب وانا مالي الله طب ما تسأله هو يعني ايه هترفدنا انا يعني طب تغفل السك في وشي وايه اللي بيحصلي ده ايه اللي حصلي كل ده يحصلي كده النهاردة التاكسي بتاعي يتقلب ويتقصر وابويا واخويا يمشوا من البيت زعلنين وامراتي كمان سابتلي البيت ومشيت حتى الشركة ترفدت منه هو ناقص يحصلي ايه تاني ليه بيحصلي كل ده ليه هو انا عملت ايه يعني بس بس انا فعلا الاستاهل انا كنت بعامل ابويا اوحش معاملة وطول الفترة اللي اخويا كان سايبه عندي فيها وانا كنت بعامله اسوأ معاملة كان لازم ربنا يعقبني ويعمل فيها اكتر من كده ده الا الاب والام ده ايه اللي انا عملته ده ازاي خلى ابويا يمشي من عند زعلان وازاي عاملوا المعاملة الوحشة دي كلها انا غلطان انا غلطان والغلط ركبني من فوق لتحت انا لازم اروح اتاسف له وابوس رجله كمان لغاية ما يرضى عني ويقول لي ان هو سامحني عشان ربنا كمان يرضى عني ويسمحني ده الا الاب والام ده ربنا قال في كتابه العزيز وبالوالدين احسانة لا حول ولا قوة الا بالله وانتو كمان يا اخواتي اوعز على ابوكم وممكم عشان ما يحصلوكوش زي اللي حصل لي وعشان ربنا يرضى عليكم